تحت عنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تنظم الأمانة العامة لدوليو هيئات الإفتاء في العالم والذي ينعقد على مدار يومين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاركة العلماء المعنيين بشؤون الأمة الإسلامية في هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات الجدة ليست أمرا تحسينيا يمكن الاستغناء عنه بل هي رسالة سامية وعمل شاق وتأدية لما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا من القيام بواجب الوقت وقد أحسنت الأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء في العالم الإسلامي في اختيار هذا الموضوع الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي فإدارة الخلاف أو الاختلاف والتعامل معه بأسلوب حضاري أصل عتيد في شريعتنا الإسلامية مؤتمر هذا العام يهتم باستثمار حالة الخلاف الفقهي بين العلماء لخدمة الشأنين الديني والتنموي على حد سواء فضلا عن الخروج بمجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها إدارة هذا الخلاف بأسلوب رشيد وخدمة قضايا المجتمع المعاصر الاختلاف بين العلماء رحمة فيأتي هذا المؤتمر للتأكيد على ضرورة قبول الأراء المتعددة وعدم أخذ بأحدية الرأي بعجبار أن ذلك يؤدي إلى نوع من التشدد وبالتالي قد يؤدي إلى نوع من التعصب مؤتمر لأولا يجيب على سؤال جوهري هل يمكن توظيف الخلاف الفقهي أن يكون قوة داعمة لنشر ثقافة التسامح أم أننا يجب أن نستكنا إلى هذه الإدارات التي ورطناها من خلال كثير من المؤسسات الإفتائية في العالم أعتبر مواجهة لمن تنكبوا الطريق وظلوا سواء السبيل فجعلوا فقه جماعتهم أو تنظيمهم فوق مصلحة الإسلام والوطن فعالية المؤتمر تتضمن عقد ثلاث ورش عمل تثري مناقشات المؤتمر وتعمل على تقييم بعض المشروعات الهامة التي تم إطلاقها مسبقا أحمد غنيم قناة النهار